اربعة اشهر وملف الحديدة يراوح مكانه دون جديد يذكر سوى المساومة العبثية في البدء نجحت الميليشيا بجر المباحثات الى التفاوض حول بقاء رئيس لجنة المراقبين الامميين باتريك كاميرت من عدمه وكان لها ما ارادت تغيير كاميرت من ناحية واستهلاك الوقت وتشتيت القضايا من ناحية اخرى استمر العقم في انتاج الحلول واستمرت المفاوضات في شكلها العبث التي تستهلك فيه الوقت وتزيد من خيبات الامل المتلاحقة غير ان ما تحقق في ملف الحديدة والمعتقلين هو ان الامم المتحدة عجزت عن تحقيق اي تسويات مجزأة مثلما عجزت خلال الاربع السنوات الماضية عن تحقيق حل شامل للقضية اليمنية يدرك الجميع اهمية الحديدة ومينائها سواء الميليشيا او الشرعية او التحالف وبناء على ذلك يذهب الكل الى المراوغة حسب الاهداف التي يسعى الى تحقيقها فالتحالف والامارات تحديدا تريد ضم ميناء الحديدة الى قبضتها مثلما فعلت مع ميناء عدن والميليشيا تدرك ان هذا اخر واهم منافذها امام ما يصل اليها من دعم اقليمي وامام تلك الاهداف ضاعت الخطوات الجادة التي ينبغي تنفيذها اعتمادا على اتفاق ستوك هولم والتي تفترض تسلم الشرعية للميناء باشراف اممي لكن لا شيء تحقق من تلك الاهداف التي بقيت حبسة الورق ومثارا للجدل العقيم هذا الحال يشبه تماما المشهد العسكري الذي اقتصرت فيه الاهداف في المحافظة على التوازن القائم وهو حال لا يعود على اليمنيين سوى بمزيد من المعاناة ترجمة نانسي قنقر